وعلى هامش أنعقاد مؤتمر كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سونك وذلك على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسات الجمهورية أن اللقاء الشهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون السنائي وتنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك حيث سمن الجانبان الروابط الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة وأكد التطلع لمزيد من تفعيلها على جميع الأصعاد أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخي في ضوء نعقاد قمة المناخ بدبي إلى جانب مستجدات الأوضاع الرهنة في قطاع غزة وأشهد رئيس وزراء المملكة المتحدة بالجهود الدقوبة التي تطلع بها مصر في هذا الصدد خاصة على صعيد تنسيق الجهود الدولية لإصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وقد توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي لسيما في ظل التابعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة كما استعرض رئيس السيسي في هذا الخصوص الجهود التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة مؤكدا ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين مع السعي نحو إيجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل إلى حل عادل وشامل ترجمة نانسي قنقر